وطن منحازون للحقيقة نتحدث عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر وبعض جوانبه بداية أهلا وسهلا فيكم وشاكرين لحضرتكم إتاحة الفرصة للنيابة العامة للتحدث عن المؤتمر السنوي للنيابة العامة كما ذكرت أن المؤتمر النيابة العامة الثامن تحت عنوان النيابة العامة حارسة العدالة أهمية المؤتمر أن درجة النيابة العامة كعرف سنوي بعقد مؤتمر سنوي عام لكافة عضاء النيابة العامة يشمل جميع عضاء النيابة العامة في فلسطين بالإضافة لحضور خبراء ومتخصصين قانونيين من مختلف القطاعات وكل سنة بيكون في عدة محاور وتختلف حسب الأولويات وحسب الخطة الاستراتيجية والخطات المتعلقة بالنيابة العامة فيما يتعلق بمؤتمر النيابة العامة لهذا العام كما ذكرت تحت عنوان النيابة العامة حارسة العدالة الجنائية أهميته بخصوص المحاور التي رح يتناولها رح يتناول عدة محاور متخصصة تتعلق بوحدة واستقلالية النيابة العامة دور النيابة في حماية حقوق الإنسان ونحو نيابة إلكترونية ونحو إنشاء نيابات ومحاكم اقتصادية متخصصة وأيضا فيما يتعلق بمحور رئيسي كمان رح يكون فيما يتعلق بالانتربول والتعاون الجنائي الدولي ودور نيابة الأحداث وحماية الأسرة في توفير العدالة ولأول مرة سوف يتم طرح محور بخصوص الإصلاح العشائري ومدى مساندة لعمل النيابة العامة وكذلك مسألة التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية اليوم لما نحكي أستاذ إبراهيم لجانب أهمية هذه المحاول اليوم نرى مشاركة دولية لافتة في هذا المؤتمر وأيضا مشاركة عربية نتحدث عن هذه المشاركة طبعا نحن لافت في مؤتمر النيابة العامة لهذا العام بمشاركة دولية واسعة وعربية لدينا خبراء قانون ولدينا قضاء ونواب عامون من مختلف الدول العالم معنا من إيطاليا، من النرويج، من السويد، من إستونيا، من روسيا، من البرازيل، من جنوب إفريقيا، ودول أخرى كهولندا، وكندا فيما يتعلق مختصين في العمل القانوني والعمل القضاءي قضاء وأعضاء نيابة عامة وأكاديميين بالإضافة لمشاركة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة برئيس النيابات العامة في الأردن وبالإضافة لمدير المحهد القضاءي في المملكة الأردنية وعدد من القضاء المتخصصين وأعضاء النيابة العامة الأردنيين بالإضافة لمشاركة المحامي العام الأول لجمهورية مصر العربية وعدد من القضاء والأعضاء النيابة والمحاضرين الجامعين أيضا من جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر سيكون كافة المحاول التي ذكرتها سابقا سوف يتم تقديم أوراق عمل متعددة تنقل التجربة الدولية في هذا القطاع من خلال اللي ذكرتهم سابقا الخبراء القاضرين من الدول الأجنبية والتجربة العربية سواء من المملكة الأردنية وجمهورية مصر بالإضافة إلى أوراق عمل ستقدم من خبراء محليين من قضاء ومتخصين قانونيين بكافة المجالات المطروحة وختاما تقديم أوراق عمل مقارنة إلها من قبل أعضاء النيابة العامة المتخصصين في كل قطاع من القطاع برأيك اليوم لما نحكي عن نهاية الأوراق العمل اللي رح يتم استعراضها خلال المؤتمر المشاركة الدولية برأيك قديش مهم الاستفادة من هذه التجارب للإنعكاس على التجربة الفلسطينية وقديش اليوم برأيك النيابة الفلسطينية النيابة العامة الفلسطينية بحاجة لمثل هذه التجارب لإغنائها من أولويات عمل النيابة العامة بقيادة عطوفة النائب العام الدكتور أحمد براك والتوجه نحو الإطلاع على التجارب الدولية بمختلف القطاعات للاستفادة وين وصلت الدول العالم بهاي القطاعات وهذه المواضيع ونبني على ما تم البناء عليه لدى هؤلاء هذه الدول وبالتالي من أهم مخرجات المؤتمر سيكون الاستفادة من تجارب الدول من خلال أوراق العامة التي سيتم تقديمها من قبلهم ومقارنتها بالواقع الفلسطيني والتطبيق العاملي لدى النيابة العامة في هذه المجالات ونشوف وين في قصور نقدر نكمله وين عناصر القوة ممكن نستفيد منها ونبني عليها اليوم هذه المشاركة العربية والدولية الكبيرة نحن عم نشوفها خلال مؤتمر هل هناك ثقة بالنيابة العامة الفلسطينية هاي المشاركة الدولية بتعكس هذا التوجه؟ أكيد طبعا هذه من أهم الأناصر لو أنه أولاء المشاركين وهذه الدول ليس لديها الثقة بعمل النيابة العامة والإطلاع على عمل النيابة والدور اللي وصلت له النيابة العامة في مجال التخصص في النيابات المتخصصة والدوائر المتخصصة كان ما بيكون في زخم بهذا الحجم والاهتمام بتقديم الأوراق العمل بهذه القطاعات بالإضافة هو عمل دأوب من قبل عطوفة النائب العام لانفتاح كما ذكرت على مختلف دول العالم على مختلف القطاعات بالنيابات المماثلة لنا في كافة الدول للاستفادة منهم ونقل التجربة الفلسطينية وإطلاحهم على وين وصلت النيابة الفلسطينية كأحد ركاز قطاع العدالة واللي هي تشكل من ضمن ركاز الدولة الفلسطينية نحن عنا اليوم في دولة قانون في مؤسسات وصلت وقطعة شرط كبير في هاي المجالات اليوم نحكي عن أهم المحاور مثل ما أنت تحدثت أستاذ إبراهيم لفت نظري في ما يتعلق بهذه المحاور اللي هو ملف الانتربول والتعاون الجنائي الدولي اليوم إحنا كفلسطينيين كدولة فلسطينية انضممنا للانتربول قداش هذا بنعكس على عملنا وكيف بنعكس على النيابة العامة؟ هو نقدر نحكي أنه من أهم المحاور الرئيسية في المؤتمر رح يكون محور الانتربول والتعاون الجنائي الدولي كما ذكرت حضرتك أنه بعد انضمام فلسطين لمنظمة الانتربول أصبح لدينا التزامات وأصبح علينا أمور يجب أنه تتوافر لدينا للمشاركة في هذه المنظمة والتعاون في إطار عملها الاستفادة أنه إحنا حاليا أصبح لا يوجد شخص يمكن أن يفلت من العقاب والحدود الجغرافية لن تقف بعد اليوم عائق أمام ملاحقة مرتكبي الجرائم وبالتالي التعاون من خلال منظمة الانتربول في الإطار الجنائي رح يكون الاستفادة منه لمتابعة المجرمين وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم لسلطات القضائية الفلسطينية وفق الأصول أيضا من بين المحاور التي ستترك لها المؤتمر الثامن للنياب العامة وهو محور إنشاء نيابات ومحاكم اقتصادية متخصصة إحنا كفلسطينيين يوم في عنا نيابات متخصصة فيما يتعلق موضوع الاقتصاد كيف نتعلم معها؟ بخصوص النيابة العامة نعم نحن لدينا نيابة الجرامي الاقتصادية وعنا دائرة متخصصة مركزية في مكتب النائب العام تعمل منذ عدة سنوات في هذا الإطار بالإضافة لتخصيص أعضاء نيابة عامة في كافة النيابات الجزئية بخصوص القضايا المتعلقة بالجرامي الاقتصادية والتهرب الدريبي وتهريب البضائع وكافة القضايا ذات العلاقة ولكن طموحنا أكبر من هيك طموحنا أنه يكون في تخصص أيضا على مستوى القضاء في هذا الجانب ويكون في نيابات ومحاكم متخصصة ليكون العمل متكامل في هذا الإطار أيضا فيما يتعلق بمحاور المؤتمر في جلسة راح تتحدث عن استراتيجية مستقبلية للنيابة العامة الفلسطينية وين رايحين احنا كنيابة عامة فلسطينية؟ شو الستراتيجية اللي احنا مشيين عليها؟ احنا حكيت في البداية في أن المؤتمر السنوي للنيابة العامة بيكون أولوياته وفق الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة وين انتهينا بالسنة السابقة منبدأ ننطلق ونبني عليها نحن الآن في مؤتمر النيابة العامة الثامن راح يكون البناء في تفعيل النيابات المتخصصة والدوائر المتخصصة مع كافة الشركاء في هذا الإطار من مختلف القطاعات سواء في نيابة حماية الأسرة ونيابة الأحداث نيابة الجرائم الاقتصادية نيابة التعاون القضائي والجرائم الدولية بكافة النيابات المتخصصة نأمل أنه يكون لدينا البناء على هذا المؤتمر لتفعيل هذه الدوائر ومع كافة الشركاء للانطلاق بها والاستفادة من الأمور المتعلقة بدأ أختم هذا اللقاء في هذا السؤال فيما يطلق أيضا بالمؤتمر السنوي الثامن كنيابة اليوم انتوا شو بتتوقعوا؟ شو رسالتكم اليوم من خلال شاشة وطن؟ وهل هناك تحديات عم بتواجهكم في عملكم في النيابة العامة؟ رسالتنا من خلال شاشتكم نحن من أكد أن النيابة العامة هي حارسة العدالة الجنائية النيابة العامة هي ممثل الحق العام والجهة التي خولها القانون بالتحقيق بالجرائم وملاحقة مرتكبيها وتمثيل المجن عليه لدى كافة المحاكم بمختلف درجاتها والتحقيق بكافة الجرائم بمختلف أنواعها نحن رسالتنا أن النيابة العامة قطعت شغط كبير في هذا الإطار ونقدر نحكي أنه إحنا لدينا الإمكانية بكافة المجالات وبكافة الجرائم لملاحقتها بكافة التخصصات للوصول إلى العدالة الجنائية حتى لا يفلت أحد من العقاب نعم رئيس النيابة ورئيس المكتب الفن في مكتب النائب العام السلام الأستاذ إبراهيم حمودة شكرا لك على هذا الإطار الآن فوشرفتون أهل سنة جزيلا وطن منحازون للحقيقة